في نيويورك انطلقت أعمال شق رفيع المستوى لدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة هذا ووصل وزير الخارجية سامح شكري إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تكتسب أهمية خاصة بانعقادها تحت عنوان إعادة بناء الثقة وإحياء التضامن العالمي بهدف تعزيز العمل المشترك نحو تحقيق أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة وبما يحقق السلام والازدهار والتنمية للجميع لا سيما في ضوء التحديات العالمية المشتشابكة التي من شأنها التأثير على وطيرة تحقيق تلك الأهداف